من كل حدب وصوب يتنادى المسلمون في كافة بقاء الأرض أن موعد الحج قد اقترب محضرين الأنفس، مستحضرين عظمة مناسك فريضة الحج التي تجمع الآلاف المؤلفة في بقعة واحدة بعد عامين من اقتصار الحج على أعداد قليلة من داخل المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا موسم حج عام 1443 سيزدان بمليون حاج من وفود الرحمن من مختلف دول العالم بينهم 6338 حاج حصة سلطنة عمان والتي تم تقليلها بنسبة 45% بسبب استمرار تدعية وبايكو في التسعة عشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حدرت فترة التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام بدان من التاسع وحتى الرابع عشر من مايو الجاري عملية التسجيل تتم عبر رابط موقع الحج بشكل مباشر ويتيح النظام ثلاث طرق للتسجيل أما التسجيل بإدخال الرقم المدني أو بالبطاقة الشخصية أو برقم الهاتف النقال إن كانت شريحتها البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعمتين بنظام التصديق الإلكتروني ومن بين ضوابط واشتراطات التسجيل للحج عبر النظام الإلكتروني يشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً ودون سن 65 عاماً ميلادياً إضافة إلى ما أعلنته وزارة الحج والعمر السعودية من اشتراطات أخذ اللقاحات الأساسية وفحص البي سي آر خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية عودة الحجيج إلى الديار المقدسة وإن لم تكن بأعدادها المعهودة إلا أنه مشهد مهيب تنتظره الأعين لتضج الديار المقدسة بالتهليل والتكبير ملبينا ندار رحمن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك